اشتركوا في القناة تأكيدا على المواقف الثابتة والرسخة لمملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في دعم القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق عقدها مجلس النواب الجلسة الاستثنائية لبحث التطورات في قطاع غزة طبعا هذه الجلسة الاستثنائية التي عقدها مجلس النواب اليوم تأتي في إطار جهود مجلس النواب بجميع أعضائه في الإعلان عن التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني ومع ما يحدث في غزة وهذا هو الموقف الرسمي والشعبي المعلن يعني للعالم جميعا باتجاه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني في غزة وفي الضفة الغربية وموقف شعب البحرين وحكومة وقيار الشعب البحرين موقف ثابت تجاه الحق الفلسطيني منذ نكبة حتى الآن طبعا احنا في لجنة مناصرة الشعب الفلسطيني قدمنا بمقترح لانعقاد جلسة استثنائية لصالح قضية الأمة الأولى وهي قضية فلسطين وما يحدث خاصة هذه الأيام في غزة وهذا أقل واجب احنا هنقدمه كشعب البحرين لشعب الفلسطيني بأن احنا ندعمهم سياسيا في هذه القضية والبحرين لها تاريخ مشرف في دعم القضية الفلسطينية التضامن البرلماني البحريني مع الشعب الفلسطيني الشقيق ركز على أهمية تقديم الدعم والمساندة لهم ودعوة المجتمع الدولي إلى ضرورة التحرك الفوري لوقف التصعيد والانتهاكات الإنسانية في قطاع غزة وأهمية حماية المدنيين ووقف التصعيد الحاصلي في الأراضي الفلسطينية بشكل عاجل وتجنب وقوع المزيد من الضحايا والخسائر وأن تكون الحماية الكاملة للمدنيين أولوية قصوى اليوم في الجلسة الاستثنائية التي تتعلق بغضية فلسطين تم التأكيد على العديد من الأمور أولها بتاريخ مملكة البحرين ووقوف شعب مملكة البحرين تجاه الغضايا الإنسانية شعب البحرين يؤمن بالإنسانية ومن يؤمن بالإنسانية يؤمن بالغضية الفلسطينية كذلك تم التأكيد على الاتفاق والإجماع الذي حصل يوم أمس في دولة قطر خلال الاجتماع رأساء الشورى والنواب والأمة تم التأكيد على موقف الشعبي الخليجي العربي تجاه الغضايا الفلسطينية هذه الجلسة التي يعقدها مجلس النواب اليوم هي جلسة تاريخية وستسجل بأحرف من نور ليس فقط في مملكة البحرين بل في فلسطين وفي كل المنطقة العربية هذه رسالة لكل البرلمانات في العالم وخاصة في العالم العربي أن تحذو حظو البحرين البحرين التي كانت سباقة في عقد المجلس البرلماني لدعم وتأييد الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة إن قضيتها فلسطين تأتي ضمن أولويات السياسة الخارجية لمملكة البحرين التي تؤكد على الهوية العربية والإسلامية للقدس الشريف كعاصمة لدولة فلسطين والتمسك بالسلام باعتباره خيارا استراتيجيا ضمن مبادرة السلام العربية والحرص على توفير الحماية لأبناء الشعب الفلسطيني الشقيقة وأهمية قيام المجتمع الدولي بدوره اللازم والفاعل تأكيدا للموقف البحريني التاريخي الدعم للقضية الفلسطينية تأتي هذه الجلسة الاستثنائية في تقديم أروع صور التضامن مع الأشقاء في فلسطين مسجلين المواقف المشرفة في مناصرة هذه القضية العادلة خالد العون لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر